اشتركوا في القناة والله يفرجع عليهم ما رح نعيد إلا ليكونوا هنا معايدين مثلنا والله منتمنى له إن شاء الله النصر والتوفيق والسداد وإن شاء الله بيكون سنة نصر إن شاء الله على الجميع إن شاء الله إن شاء الله بيكون عليهم عام سلام وتحرير وانتصار ومثل ما بيقولوا بالفعل هالطوفان يقش كل شيء عدوان إسرائيلي عليهم الله يفرج عنهم ويخفيف عليهم إن شاء الله بتكون هالسنة الجديدة سنة خلاص لهم يعني إحنا أهلنا في فلسطين نتمنى لهم كل خير أكيد إن شاء الله يفرجع عليهم ويساعد هالوضع ويحسن الوضع هون وهني كأكيد يعني منقول لأهلنا بغزة أهل ابناء وحياتنا كلنا معكم وإن شاء الله هيك الله يكون معكم وينصركم على هاليهود وترجعوا وترجعوا للأرض المحتلة وترجعوا جميع الأراضي المحتلة لألنا ولكل العرب إن شاء الله هيك السنة الجاية تكون سنة خير عليهم وسنة السلام ونسنة نصر إن شاء الله يا رب الله ينصرون يا رب يعني وقلوبنا كلها يعتنا معهم أحب وجه دعوة من القلب لأهلنا في فلسطين إن شاء الله تكون سنة نصر وسلام عليهم يا رب إن شاء الله السنة الجديدة بتكون هيك سنة خير وأمان وهيك يكون يعمل خير عليهم وعلى الأرض كاملة فلسطين منظلة هي فلسطين يعني أختنا وعزيزة علينا الله يكون معهم وإن شاء الله السنة الجاي بتكون أحلى لإلون طبعاً نحنا ما نسعيدين أكيد شعور الحزن طاغي علينا كتير وما بنقدر يعني هلأ أنا حكيكي يعني بدي غص لأنه لا بتقدري تكوني سعيدة ولانك مبسوطة عم تشوفي ابنك عم تتخيلي أبناؤن عم تشوف ابني بالجامعات عم بتخيلهم بلا جامعات بلا تعليم وهذا كتير كتير سيء يعني إن شاء الله هيك على السنة الجديدة هيك يا رب إن شاء الله تنسلح الأمور والله يفرجع الجميع يا رب وصراحة يعني هلأ ما عند حدا إلو نفس لأي شي يعني صرنا نحس كل شي سخيف يعني بعد ما شونا هالأحداث بفلسطين كل شي سخيف صار بالحياة بصراحة الله ينسرون يا رب ما فينا ما في طالع بإيدنا لقد ندعي لهم المنازل اللي عم نشوفها على وسائل التواصل كتير عم تكون صعبة وكتير عم تكون يعني كتير بشعة ومدايقة كتير خصوصا منظر الأطفال اللي المفروض هلا يكونوا عم يعيشوا أحلى أيام حياتهم يعني إن شاء الله هيك الله يعوضهم ويكون عوضهم الجنة يعني وهي المنازل ما عم تخلينا نستقبل السنة متل ما مفروض إحنا نستقبلها المفروض نكون كتير متفاقلين وإن شاء الله عم نتفاقل إحنا بالنصر وإنه يرجعوا لحياتنا الطبيعية الله ينصرهم بجاه سيدنا محمد بإذن الله تعالى الشخص قد ما حكى ما بيحسن يعني صراحة يوصف الحالة اللي عم يصير اللي عم تصير بغزة صراحة بفلسطين لذلك والله في حالة حزن سواء إحنا أو أي أشخص شخص موجود بهذا البلد يعني الكلمات تعجز عن الوصف صراحة فما في كلام يطلع صراحة الله يفرج عليهم وإن شاء الله تكون أيام خير عليهم والله يزيل عنهم هالهم وهالغام ويعني والله العم يزيل يعني كأنه إحنا معهم والله العظيم حسبي الله أحسن شيء الله يفرج عننا وعنهم يا رب نحنا دقنا شوية شوية من اللي داقوا هلنا نقلو للسنين يعني طلعنا وتهجرنا وشفنا العالم شو صار فيها الله لا يدوق هيك لمخلوق يفرج عننا وعنهم يا رب